اول بدلة في فيديو اليوم يا حبيبي الوجيه رح تكون بدلة اسمها سنيكي ومن اسمها يا جماعة نقدر نميز انه البدلة هذه مصممة مخصوص للحالات او للاشياء المتعلقة بالجاسوسية او التجسس او الاعمال اللي تطلب فيها تخفي بمعنى يا جماعة انه البدلة هذه بدلة سنيكي فيها ميزات وتكنولوجيا تخليها مخفية اشلون مخفية؟ مخفية عن الرادار ومخفية عن اعين البشر اوكي عن الرادار وفهمنا لكن كيف تختفي عن اعين البشر؟ حيلو سؤال مرة ممتاز والحين بجاوبك البدلة هذه تقدر تتغير الوانها زي الحرباء زي السحلية ياب علشان ما احد يشوفها يعني ممكن توقف كده عند الجدار تاخذ لون الجدار عدوا الناس وترجع تكمل من جديد وياب احب اقولكم انه بدلة سنيكي هذه كمان سوى نسخة ثانية مطورة منها توني ستارك وكان اسمها ديسكو لش اسمها ديسكو انا مش عارف ولكن البدلة هذه برضو كانت مخصصة للتخفي وتتغير الوانها بشكل ادق من الاولى وياب تقدر كده اتكي مع ناس وتاخذ لون اي جدار او اي بطانية وتكي تتجسس عليهم زي السحلية والحرباء وإذا خلصوا تقومي بعد كذا يا جماعة عندنا بدلة اسمها شيدز أو ظلال هذه البدلة يا جماعة صممها توني ستارك تقريبا لغرض واحد أوكي هي عندها أساليب دفاعية وعندها أمور طيران وعندها أمور قتالية وكذا ولكن ركز توني ستارك في هذه البدلة أنه يخليها تتحمل درجات حرارة عالية جدا وأنا ما أتكلم عن حرارة الشمس لا في جدة ولا في الرياض ولا في الشرقية أتكلم عن درجات حرارة جدا عالية فالتكنولوجيا اللي في البدلة هذه تحمي الشخص اللي داخلها من الحرارة وكمان تحمي أنظمة البدلة نفسها من أي درجات حرارة عالية جدا ولكن زي ما قلت لكم عيبة البدلة الوحيدة هذه إنها ما كانت تتميز بميزات قتالية عالية أمور بسيطة يا دوبك اللي تدافع عن نفسك فيها وتشرد بعد كذا يا جماعة عندنا بدلة ميدس واللي كانت تتميز بسرعة عالية جدا لا 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 خليني أوصف لك صح قد إيش عالية جدا سرعة هذه البدلة البدلة هذه كانت تتميز بسرعة تخترق حاجز الصوت يب البدلة هذه سرعتها أسرع من الصوت يتم وصف كذا فهمتوا أنتم صح؟ مرة سريعة وتقطع مسافات بين القارات بشكل جدا مرعب يعني ممكن تكلم توني ستارك وهو في أمريكا بعد 15 ثاني تلاقي يقول لك هاي أنا أحلق فوق سماء المملكة العربية السعودية سريعة ولكن البدلة هذه كان فيها عيب غريب يعني توني ستارك تعرفون كذا في كل بدلة لازم يطلع عيب لأنها أول مشروع مشروع يعني من نوع معين البدلة هذه كان فيها نظام صوتي نظام صوتي دفاعي يعني إذا قربت منه أو إذا أنت لابس البدلة وقررت تدافع عن نفسك ما راح تطلق ليازر ما راح تطلق صواريخ راح تطلق موجات صوتية عالية لدرجة اللي جنبك إذن تنفجر وممكن يطيع مغمى عليه أو إذا في حولينك أشياء زجاجية حتتكسر وتتفتت الموجات الصوتية هذه إذا استخدمتها في بدلة ميدس راح تتفكك البدلة كذا بعد شوية البدلة تنهار وتتلاشى تخرب وتلاقي نفسك بدون بدلة وجالس كذا إيش بالبوكسر لذلك توني ستارك صنع نسخة ثانية منها وسماها شاتقن يقلع أم الإزمة المخيف وعدل على شاتقن يا حبيبي بحيث تصير تتحمل أكثر وما تواجه أي مشاكل أثناء استخدام الأساليب الدفاعية بمعنى بدلة شاتقن إذا قررت تستخدم أسلوب الدفاع بالموجات الصوتية البدلة ما راح تتفكك ومورك في السليم وراح تقضي على أعدائك بأبسط الطرق وكمان بحكم أنه البدلة الأولى سريعة هذه كمان مرة سريعة بدلة شاتقن فأضاف عليها وطور عليها قدرة على التوازن أكثر أثناء الانطلاق بسرعة الصوت أعلى من سرعة الصوت بعد كده يا جماعة عندنا بدلة اسمها بايثون أو الثعبان تتميز هذه البدلة برضو بالقدرة على الطيران إلى مسافات بعيدة فضلا عن إنها تتميز بقدرات الثعبان من الالتفاف والمناورة لما أنا ما عرفت إيش قاصد دون في وصف البدل لما يقولك تتميز بقدرة الثعبان يعني إيش بيسوي الثعبان غير إنه ويلحق وراك ويلتف ويعصرك ممكن البدلة دي تعصر البشر ما أدري ما شفناها في أكشن ولا شيء ولكن واحدة من ميزات البدلة هذه برضو إن فيها هدوء تام عجيب بتقدر كده تفاعل وضع تصير ما حد يسمعك أنت غير موجود إذا دخلت مكان وتبغى تتجسس فعل نظام الهدوء هذا في البدلة وبتصير بلا صوت اسمع خذ العلوم غلق أمورك بعدين أمارة هي بدلة هذه برضو ظهرت في فيلم آيرون مان الثالث ودمرت جزء كبير من جيش آلدريتش كيليون فعاكرين آلدريتش كيليون الكري توني ستارك اللي صنعه توني ستارك هو اللي صنع آلدريتش كيليون ولا هو كان إنسان طيب وحبيب وكان يبغى الخير حل من ما أنا ليش أقعد فلزف في الفيلم في حانكم ما تابعتوه تابعوه الجزء الثالث من آيرون مان مار رهيب كي ما هو أفضل أفلامهم صح أنه في ملاحظات كثيرة ما عليكم في الملاحظات ركزوا في الفلة في البدل اللي ظهرت في توني ستارك بعد كده يا جماعة عندنا بدلة اسمها التانك أو الدبابة أو المدرعة ومن اسم البدلة نقدر نفهم إنه جزء كبير من قدرات هذه البدلة إنها دبابة مدرعة البدلة هذه يا جماعة أول حاجة عندها القدرة أنها تتحمل جميع نواع الضربات القوية أنا بالمتفجرات صواريخ مدفعيات إلخ تعرف كده الدبابة؟ ارمي عليها اطلق عليها برصاص طع 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 ولا شيء ارمي عليها قنبلة ولا شيء يب هذه البدلة كانت عبارة عن مدرعة تمشي على الأقدام وطير كمان ومش بس كده البدلة هذه كان عندها قدرة إنها توجه ضربات وتشيل أوزان ثقيلة بطريقة جدا مرعبة طبيعة الحال بدلة زي كذا ثقيلة كيدش كانت تكون أبطأ من أي بدلة ثانية حكم إنها تانك يا زي نظام التانكات في أوفر واتش عرفوا التانك كيف بطيء؟ بعد كده يا جماعة عندنا بدلة اسمها جاك وهذه البدلة ما هي مخصصة للقتالات بالتحديد توني ستارك لما سوى البدلة هذه سوها علشان إذا فيه مكان داخل إشعاعات نووية أو إشعاعات خطيرة بشكل عام يعني البدلة هذه لو كانت موجودة أيام تشرنوبل فاكلين الكارثة اللي صارت في تشرنوبل لما الناس انمنعوا يدخلوا هناك وإي شخص يدخل هناك كان يتأثر ويتشوه وممكن يموت يب البدلة هذه تقدر تلبسها وتروح تتمشي في تشرنوبل وتحقق براحتك وتشوف إيش المصائب اللي صارت هناك بكل هدوء هيب ما كانت بدلة مخصصة للهجوم ولا للقتال ولا أي شيء لا تلبسها تروح تتمشي في بيئة فيها أشعة وفيها مشاكل ما يتحملها الإنسان بعد كذا عندنا بدلة اسمها سترايكر أو ثمبر ومن شكلها نقدر نعرف إيش ممكن تكون ميزاتها الأداة هذه يا جماعة صنعها توني ستارك علشان تساعد في البناء والتكسير عندك عمارة عندك برج عندك بيت حابب تبنيه سترايكر راح تؤدي الواجب يا حبيبي عندك خزان مويا حاب تحفره ولا يهمك شيل يا حبيبي سترايكر حتيجي تغلق لك الليل لا وهذه البدلة عندها القدرة إنها تشيل أوزان ثقيلة يعني طاحة العمارة مين راح يشيل الخراب ده كله في صخرة آد الدنيا نكسرها نصير ونشيلها لا سترايكر راح تيجي وتشيل لك أم الصخرة دي والدمار ده وتودي بعيد فضلا عن إنه هذه البدلة كان فيها ميزة تحمل الصعقات الكهربائية تخيل يومنا اليام إنك قاعد تكسر في مبنى كذا ومسكتلك كابل كهرباء وبديت تنتفض لا بدلة سترايكر إذا قطعت السلك وجاتها كهرباء عادي تشيل السلك وتربط وتقص وتكمل الشغل عادي تتحمل الصعقات الكهربائية مهما كانت قوتها نفس البدلة هذه يا جماعة تم تطويرها بعدين بواسطة توني ستارك وسوى بدلة ثانية اسمها قاما كانت البدلة برضو مخصصة للبناء والهدم وحمل الأوزان الثقيلة ولكن بشكل أفضل من الأولى وبقدرة تحمل أكثر من الأولى وقبل البدلتين هذول اللي ذكرت اسمهم الخاصة بالبناء والهدم كان في بدلة قبلهم كلهم اسمها فيدلر ولكن هذه البدلة وقتها توني ستارك كان عنده فكرة مختلفة أبغى البدلة هذه تساعد على البناء والتهديم والأشياء اللي لها علاقة في البناء والحاجات ذي وخليها برضو يكون عندها قدرات دفاعية وقتالية وزي كذا فبعد التطوير قال لا بدلة للبناء والهدم خليها للبناء والهدم مع شوية تسالب دفاعية يعني في حالة احتجتها على أن البدلتين هذوليك ترى ظهروا في فيلم آيرون مان الثالث وشغ أم جيش ألدريتش كيليان شغ بعد كده يا جماعة عندنا بدلة اسمها بونز أو العظمة هذه مرة رهيبة البدلة مرة فغمة البدلة هذه يا جماعة صممها توني ستارك بحث تكون مرة خفيفة شلون خفيفة قديش خفيفة خفيفة لدرجة إذا البستها ما تحس أنك لابس بدلة وتعتبر أخف بدلة من بين جميع بدلات توني ستارك اللي ذكرناها واللي بنذكر والحلو فيها أن تتفكك إلى أجزاء يعني تك 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 تركبها قطعة طبعا هي تركب قطعة قطعة وكونها بدلة مرة خفيفة فالبدلة هذه تتميز بقدرة عالية على المناورات تعرف لما تكون شايل شيء ثقيل قال لما تكون شايل حاجة خفيفة أنت مرن تقدر تتحرك تقدر تضارب براعتك كمان هيب بدلة بونز عظمة على عظمة رهيبة اسمها عظمة البدلة اسمها عظمة أو عظام بونز بعد كده يا جماعة عندنا بدلة ايغور والبدلة هذه من شكلها تعرف أنها راعة مشاكل طالع في شكل البدلة هذه بتعرف أنها راعة مشاكل هذه تجي بالتليفون ألو عندنا برج بيطيح الحق لا تلحق تجيك البدلة هذه جري تمزك البرج هلا والله أي خدمة ذاهنين يب البدلة هذه صممها توني ستارك بحيث أنها تتحمل تمسك أشياء قربة تطيح لا يعني فعلا تشيل أشياء ثقيلة وإذا في شيء طايح قربة يطيح تجي تمسكه وتثبته إليه أن يفرجها الله وعندها قدرة تخليها ثابتة في الأرض من دون أي حركة مسكت شيء مسكته بس أباك تتخيل لو البدلة هذه أعطتك كف إيش بيصير إيش بيصير لو البدلة الشقية المعضة الذي أعطتك كف بعد كده يا جماعة عندنا بدلة اسمها هامرهيد أو رأس المطرقة واللي ما أعتقد لها من اسمها نصيب لأنه ميزاتها بعيدة كل البعد عن المطرقة البدلة هذه يا جماعة تم تصميمها بحيث يكون عندها القدرة على الغوص داخل أعماق البحر أو المحيط وإلى عمق عميق جدا البدلة هذه يا جماعة تسبح تطفو تغوص البدلة مخصصة للموية تشتغل تحت الموية تضارب تحت الموية أي شيء تبغى تحت الموية البدلة هذه راح تصبتك وراح تغلق لك الليلة أو بالتلخيص كده أي شيء داخل بيئة مائية بدلة هامرهيد راح تؤدي الواجب بل إنها مزودة بخزان أكسوجين يعني يخليك تعيش تحت الموية أيام وليالي ما يخلص أكسوجين مليان تتجول تعيش تروح تتعرف على السمك تسوي لك بيت تحت البحر إلي يعجبك والأهم من هذا كل واحدة من الميزات العالية جدا في هذه البدلة والمهمة هو إنها لما توصل إلى عمق معين في المحيط المحيط تصير ظلام صح؟ البدلة هذه فيها نظام إضاءة قوي جدا يخليها تشوف كل شي حولينها مهما كان الظلام بعد كذا عندنا بدلة اسمها بيسميكر أو صانعة السلام والبدلة هذه صممها توني ستارك لغرض واحد فقط البدلة هذه لا سمح الله وصار في شغب بين البشر أو الناس صاروا متظاهرين في الشوارع ومسوين مشاكل قالوا بيسميكر كمون تنزل بيسميكر تحاول إنها تحافظ على الهدوء والسلام يعني ممكن يكون منها أكثر من نسخة ما عرف كيف ممكن يستخدم هذه البدلة ممكن كذا تجيب عشرة بيسميكر وتخلي جارفوس يسوقهم ويبدأ ويش يحافظوا على الهدوء والسلام يا جماعة يهدوا لعب أموركم إن شاء الله بتنحل عرفته وما هو مذكور إذا البدلة هذه تتميز بقدرات قتالية أو لا أوكي كل بدلات آيرون مان تطير ولكن الطيران ما هو ميزة قتالية الطيران طيران فيب البدلة هذه كانت صانعة سلام أكثر من إنها تتميز ميزات قتالية بعد كذا يا جماعة عندنا بدلة ساوث باو والبدلة هذه تم تصميمها بحيث تستخدم أثناء الكوارث الطبيعية زلزال براكين فيضانات سنامي أي أن كان البدلة هذه راح تقاوم معظم الكوارث الطبيعية بكل حزم وقوة ورح تساعد بشكل كبير في إنقاذ الناس المتضررين من هذه الحوادث الغرقانين أو اللي محصورين تحت زلزال أو تحت بيت هدم على إثر الزلزال نفس البدلة هذه في نسخة ثانية مشابهة لها اسمها ريد سنابر وتم تصميمها مو بس علشان تتحمل الكوارث الطبيعية ولكن تم تصميمها مخصوصة علشان تساعد أو تكون هي حبلة الإنقاذ للناس المتضررين من الكوارث الطبيعية ناس جالسين يغرقوا ريد سنابر راح تخرجهم من غرقهم وتنقذهم ناس محاصرين تحت عمارة مهدومة بسبب زلزال صار ريد سنابر برضو راح تخرجهم من تحت الأنقاذ بعد كذا عندنا واحدة من البدلات الرهيبة جدا وهي بدلة جيميناي ولها اسم ثاني ستار بوست جيميناي أو ستار بوست ومن شكلها ممكن بعضكم يقدر يخمن إيش فائدة البدلة هذه ياب أحسنت البدلة هذه مخصصة لغرض أو صنعت لغرض واحد وهو التنقل في الفضاء والسفر خارج الغلافة الجوي وتتميز بسرعة عالية جدا وتوفر للي يلبسها أي شيء ممكن يحتاجه خارج الغلافة الجوي حرفيا هذه البدلة بدلة جيميناي أو ستار بوست هي بدلة رائد فضاء ولكنها تنطلق من نفسها إلى الفضاء ما تحتاج صاروخ ولا تحتاج إيلون موسك ولا تحتاج ناسا تروح من نفسها إلى الفضاء وتغلق الليلة وترجع بعد كذا عندنا بدلة اسمها بلو ستيل وهذه البدلة هي نفس بدلات آيرون مان الحمراء والذهبية ولكن هذه البدلة تتميز فقط بميزة واحدة عن البدلات الثانية البدلة تقريبا طاقتها لا نهائية يعني توني ستارك بدلاته بعد فترة خلاص يحتاج لها إعادة شاحن هذه البدلة تجلس فترات أطول ما يحتاج كل شوية تروح تشحنها ولا توقف تشبك لك شاحن لا يعني فيها كل الميزات الحربية تبع البدلة الحمراء والذهبية تبع آيرون مان ولكن عندها وقت أو عندها طاقة أكثر من أي بدلة ثانية وأخيرا وليس آخرا بدلة كلنا شفناها في فيلم آيرون مان توحب بيت أذكرها برضو اللي هي بدلة سوت كيس واللي كانت مثيرة للاهتمام جدا البدلة هذه يا جماعة عبارة عن شنطة انت تشوفها شنطة تجد ايش ذا الشنطة الفخمة شنطة لونها ذهبي وفضي مارة رهيبة بس فجأة الشنطة هذه تصير بدلة وكلنا شفنا كيف توني ستارك استخدمها في الحالة الطارئة لأنها هي مصممة أصلا للحالة الطارئة طبعا معظم البدلات اللي ذكرتها يا جماعة ظهرت في الجزء الثالث من آيرون مان زي ما قلت لكم وبالتحديد في المعركة الأخيرة مع المجرم ألدريتش كيليون وبعض هذه البدلة اتدمرت بسبب إيش جيش ألدريتش كيليون يعني اتضاربوا معاهم وكسروهم فاكرين ألدريتش كيليون كانت قوة مرة مرعبة المهم انه بعض البدلة اتدمرت بواسطة جيش ألدريتش كيليون وبعض البدل تم تدميرها بواسطة توني ستارك شخصيا أما نسيته يا جماعة بالله نسيته ذاك المشهد تخيلوا انه في نهاية فيلم آيرون مان الثالث تم تفعيل بروتوكول اسمه كليون سليت بروتوكول واللي هو ببساطة إيش هذا البروتوكول إذا فعله توني ستارك كل البدلات اللي حوالينه أو صنعها هو راح بوم تتفجر كذا في نهاية الفيلم بعد ما انتصر توني ستارك وخلص كل حاجة قرر الحبيب العيون حبيب توبيبر كذا انه خلاص انا راح ادمر جميع البدلات توز فيها صح اني تعبت عليها صح اني ضيعت عمري وانا اشتغل عليها وفكر فيها وصنعها بس توز فيها فجر امها وفعل البروتوكول ودمرها بكل دم بارد كان يعتبرها لعاب نارية وقتها كان يقول لها بيبر ميري كريسمس بس الحلوة الممتعة يا جماعة في نفس الوقت انه البدلة الأخيرة آخر بدلة عارفينها اللي ظهرت في انت جيم وظهرت في انفينيتي وور يابا هذيك البدلة اللي كان اسمها مارك إيل البدلات اللي ذكرناها اليوم البدلة هذه يا جماعة كانت تتميز بتقنية النانو تيك تكنولوجيا كده صغيرة عارفين كده قطع اجزاء صغار يتركبوا يشكلوا اي شي تقريبا يحتاجوا توني ستارك توني ستارك بواسطة هذه التكنولوجيا بواسطة هذه البدلة الفخمة مارك إيل يقدر يصنع اي شي مدفع سيف صاروخ انابل محركات خوذة انكسرت خوذة ثانية تنزل سريع سريع ما في لعب بمعنى اخر يا جماعة البدلة هذه ممكن تكون اي شي يفينا البدل كلها اللي ذكرناها هذه اللي واحدة تغوص واحدة تطلع واحدة تنزل واحدة تدمر واحدة تمسك مباني واحدة تحافظ على السلام ياب البدلة الاخيرة اللي صممها توني ستارك تقدر تكون اي بدلة من هذه اللي على طول وبكذا وبأمر واحد منه وممكن بعضكم يسأل يا اخي مو حرام تم التضحية بهذه البدلات كلها وما كان مفروض نشوفها في افلام ايرون مان بطريقة مباشرة او بشكل غير مباشر احنا شفناها في افلام ايرون مان ولكن ظهورها فعلا كان يدوبة كده في معارق قتالية دبج دج دج وتفجرت وتدمرت في النهاية بس احنا نتكلم عن فوق 20 بدلة يا جماعة كيف تجيب اكثر من 20 بدلة او تختار اجزاء بسيطة منها وتحشيها في افلام ايرون مان ما توقع انها فكرة جيدة وراح تضيع وقت كثير من الافلام او راح تضيف افلام جديدة ما عرف كيف ممكن يتصرفه بس فعلا مرة بدلات كثيرة وبس والله يا جماعة شكل الفيديو مرة طويل ما عرف كم بيطلع بعد المنتاج ولكن هذا فيديو اليوم وصلنا الى نهايته شاركونا في التعليقات ايش اكثر بدلة عجبتكم سواء من ناحية الشكل او من ناحية الميزات ولا تنسى تضغط لايك لو اعجبك الفيديو وتنشر الفيديو لجميع عشاق توني ستارك وعشاق عالم مارفل السينمائي كم معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم